selam aleykome eeekwon warwade by google videojede في هاته الفيديو سنبدأ معكم درس جديد درس المجتمع كذلك 3 المحاور المحور الاول اساس الاجتماع البشري المحور الثاني المست verme وللسلطة بالنسبه للمحور الاول اساس الاجتماع البشري فهذا المحور سوف نعرفو مين والمباطع الدرس الملاب Clear المحور الثاني الفرد والمجتمع سنعرف علاقة الفرد وهو الشخص بالمجتمع دياله. بالنسبة للمحور الثالثة المجتمع والسلطة سنعرف علاقة المجتمع بالسلطة. دوك الأمر واضحة. سنحاول نعرف أول حاجة شنو كان قصدوه بالمجتمع. دوك المجتمع يحيل مفهوم مجتمع على المجموع الذي يتم إدماج الأفراد داخله. من خلال مؤسسات مثل الأسرة والمدرسة وغيرهما. مما ينظم علاقتهم ببعضهم بعض. ويوجه تفكيرهم وسلوكاتهم وفق قيمه وعوائده وقوانينه. دوك شنو المقصد بالمجتمع؟ المجتمع جتم المجموع. يعني من خلال كلمة دي المجتمع كنقولو بأن شي حاجة تجمعو لها الناس. تجمعو لها الأفراد. دوك المجتمع كيشكل واحد لمجموع ديال الأفراد. وكيكونو بزاف ديال مجتمعات. مش مجتمع واحد. دوك بالطبع ميث انا في المغرب دا بالي ذوك اللي هو امنه الورب ك theft. متابعتين. ولكن بأفكار دياله وعادات دياله عند السلوكات دياله وقوانين دياله. مشيق القوانين اللي كيون في المغرب د subt الب تIEL بغى هل يقوموا على ما هو طبيعي وضروري بمعنى الحاجة التي تجمع عليها بزاف ديال الأفراد وشكلت لنا ما يسمى المجتمع سوف نرى الإشكالية والإشكال يعني شنون السؤال لما تذهب في هذا المحور سنحاول نعرف ما المجتمع شرحناه وما الأساس الذي يقوم عليه يعني شكل كيف يبني لنا هذا المجتمع شنون الأسباب لكي تخلي هذا المجتمع هذا يتكون من خلال الأفراد دياله بطبيعة الحال هل يقوموا على ما هو طبيعي وضروري بمعنى كي تنشأ المجتمع عن طريق الضرورة وعن طريق الطبيعة كذلك أم على ما هو اتفاقي تعاقدي أو كي تنشأ عن طريق الاتفاق والتعاقد ديال أفراد ديال المجتمع بالنسبة للموقف ديال الفلاسفة غنشوفوا جوشة الفلاسفة كين بنو خالدون هو اللي غايت تفق لنا ما الأساس الذي تقوم عليه المجتمع والذي يقوم عليه المجتمع هو طبيعي وضروري بمعنى كي يجي عن طريق الطبيعة والضرورة وكالموقف الثاني ديال جونجا كروسو هذا هو اللي كيتفق لنا مع الاساس اللي كيتبناه عن طريق ما هو التعاقدي واتفاقي بمانا عن طريق الاتفاق ديال المجتمع الأفراد ديال المجتمع بينتهم أو كذلك التعاقد الاجتماعي بينتهم سافير النفس المعنى غنبدو بموقف الاول ديال بنو خالدون بنو خالدون كي يقولنا بأن الإنسان مني تزاد في هذا الكون هذا القارسو عايش مع ناس خرين ما كانش عايش بوحدهم ما كانش عايش بوحد الاستقلالي ووحد العزلاء مني تزاد مني خلق الله تعالى في هذا الكون القارسو عايش مع ناس خرين محيطين به العائلة دياله الأصديقات دياله الأقاريب مهم ما عايش بوحدهم تكشيرش قال لنا بأن الأساس لاجتماع البشري هو فطري يعني جامل الفطرة من عند الله ما تدخلش فيه الإنسان مني تزاد القارسو مع مجتمع مع اجتماع بشري سفي بالتالي الضرورة هي اللي خلاتو يكون مع ديالناس هذا مشي هو اللي يختار يكون مع الأفراد ديال المجتمع اللي كينين معه سفي دونك هو مني تزاد القارسو مع الناس بالتالي تشكل المجتمع سفي أساس الاجتماع البشري عند ابنه خالدون هو أساس فطري جامل الفطرة طبيعي يعني انطلاقا من الطبيعة شنا يا حالة الطبيعية الحالة اللي كان كيعيش فيها الإنسان قبال ما تأسس الدولة را الإنسان اللي بي دائف هذا الكون هذا را مني تزاد را من القارسو مع واحد دولة اللي فيها قوانين وهذا القوانين كتنظم بناتهم الأفراد كاملين مني تزاد القارسو عيش في حالة طبيعة عيش بحال الحيوان ما كينينش قوانين ولكن عيش مع أفراد مع مجتمع مع اجتماع بشري سفي هو أساس فطري طبيعي وضروري يعني الضرورة هو اللي يخلاتو يعيش مع الأفراد ديال المجتمع ماشي هو اللي يخطر أنه يعيش مع الناس قال لنا كذلك بأن الإنسان را ما يمكنش يدير واحد حاجة بدون تدخل الآخر ضروري الإنسان باش يعيش في حياته خصو الآخر خصو الأب خصو الأم خصو الزوج خصو الزوجة المهم الإنسان ما يمكنش يعيش بوحده أي حاجة بغي يديرها را ضروري من ناس خورين وإنتنا مثال غيب الغيداء يعني الإنسان فشي بغي تغداء را الغداء را ما شي بوحده كي يجي كيلقاه را ضروري خصو يشري غي يشري عنده واحد خور لابغي يصيبو ضروري من تدخل بزاف دي الناس صفي دقالة بغي يأكل را ضروري من تدخل بزاف دي الناس صفي إخوان أنا أنا نشرح لكم هذا شي كل شي قلنا أساس الإجتمال البشري عند ابن خالدون هو أساس فطري طبيعي وضروري فالإنسان لا يستطيع تحقيق حاجاته بمعزلين على الآخر كيفما قلت لكم ضروري من الآخر باش للإنسان يحقق الحاجات دياله لأن الله تعالى خلق الإنسان على صورة لا تصح حياته إلا بالغداء يعني ما يمكنش يعيش بدون غداء بدون أكل وهذا الغداء يحتاج في الإنسان إلا التعاون مع بني جنسي يعني الإنسان باش يحصل الغداء را ضروري يتعاون مع ناس خرين وقد أعطى ابن خالدون مثلا بكمية الحبوب التي يحتاجها الفرد قل نرى تهيك تحتاج الناس خرين باش يمكن توصل ذاك الشخص فيتحتاج إلى طحن وعجن وطبخ وكل واحد من هذه الأعمال يحتاج بدوره إلى أدوات وآلة كثيرة تقتضي وجود صناعات متعددة كالحدادة والنجار يعني تدخل بزرد ديالناس هذا كي دير الحدادة هذا كي دير نجارة هذا كي دير وات العجار حتى كي وصلك ذاك الحبوب باش تاكلهم يعني ضروري متدخل آخر كما لا يستطيع الدفاع النفسي لوحده بل يحتاج إلى التكتل مع أفراد جنسي لهذا يؤكد بنو خالدون على ضرورة التعاون والتضامن من أجل توفير الغداء والأمن والاستقرار لذلك يمكنك أن يدفع رأسه على رأسه بوحده ضروري يكونوا مع أفراد عائلة أصدقاء والتضامن من أجل توفير الغداء والأمن والاستقرار لذلك يمكن القول أن الإنسان مدني واجتماعي بفتراته صف أيخوان هذا الموقف رأبين رأسه 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 قلنا الأساس اللي كيدخل في المجتمع هو طبيعي وضروري بمعنى كي يجي من طريق الطبيعة ليخلق الله لإنسان بها دكشيل كنقوله بأنه ضروري ضرورة ليخلاته يعيش في واحد المجتمع وفي واحد الاجتماع بشري ماشي هو يختار ليعيش يقولنا بأن الأساس الذي يقوم على المجتمع هو تعاقدي اجتماعي شنون المقصود أنا عن شرح ليكون المقصود جون جاكروسو كي انتلق لنا بالإنسان اللي بيدائي قالنا ودي الإنسان اللي بيدائي فاش نزل فالكون هذا القراسو عيش في حالة طبيعة حالة طبيعة قلنا هي الحالة اللي عيش فيها الإنسان قبل ما يكونوا قوانين لدارتهم الدولة الإنسان في ذاك الوقت كان كيعيش بحال الحيوان يعني القوية يكون ضعيف لأنه ما كانيش قوانين اللي كينضموا الأفراد دي المجتمع بنتهم اللي بغي يشفر شي عاجي يشفرها اللي بغي يسرق شي عاجي يسرق ها اللي بغي يقتله واحد آخر يقتله لأنه ما كانيش قوانين اللي كيقولوا هالا قتلت هذا السيد هذا بشهر غادي تحكم في السجن لأنه ما كانيش قوانين اللي بغي يدير شي حاجة كيديرها بالتالي كان القوية كالضعيف وفي واحد الوقت قالوا راه هالا هالا طريقة هالا ما خدمش لنا لأنه واحد غي بقى يقتل آخر بالتالي الإنسان ما غي بقى شتواجد دياله غي تفنى الإنسان لأنه كل واحد غي يقتل آخر هذا غادي يضلم هذا غادي يشفر هذا غادي نقلس مع ريوسنا ونقوم بتعاقد الاجتماعي ما هو تعاقد الاجتماعي بما سنتعاقده ونقوم بتعاقد الاجتماعي بيننا نحن الأفراد ونقوم بتعاقد واحد الحاكم هو الذي يحكمنا بالتالي سيضلنا قوانين ومن ثم جاء الدولة جاء تأسيس ديال الدولة بالتالي هالجون جاكروسو يقول بأن الأساس الاجتماع البشري ديال المجتمع ديال الإنسان لتجمع في الإنسان هو تعاقد اجتماعي بمعناجة عن طريق الدولة الدولة هي لإنطمات الإنسان وخلاته يعيش في المجتمع هذا شي بسيط حسب جون جاكروسوف فإن أساس الاجتماع البشري هو تعاقد الاجتماعي يعني عن طريق تعاقد ديك الكنترال اللي كتجيب الأفراد ديال المجتمع ولم يكن يحكمهم أي قانون فكانوا يتصرفون وفقا للحرية الطبيعية لكن ما دفعوا للانتقال من حالة طبيعة لحالة المجتمع هو التحول الذي حدث في الطبيعة نفسها حيث لم تعود كريمة ومعطاء كما كانت في السابق ولم يعود بالإمكان العيش في ديال لم يمكن الإنسان يعيش في حالة طبيعة لأن كان القلق لكانت الحرب ضد الكل مما اضطره إلى الاتحاد مغيري من الناس من أجل مواجهة الأخطار التي زادت وانتشرت وبالتالي اتفق الناس على الدخول في عقد اجتماعي بموجبه تم إنشاء دولة وحكومة ووضع قوانين لحماية مصلحة الجماعة وأمنها وهذا هو أساس الاجتماع البشري عند روسو هذا ما يمكن المواقف وانتشرت المواقف وانتشرت المواقف طبيعي وضروري عن طريق الموقف بنو خالدون وانتشرت المواقف تعاقدي واتفاقي عن طريق الموقف جونجا هذه خلاصة المحور حاولتها تقرؤها لكي تستفيد من الأفكار بالنسبة لما فلسفية حالة الطبيعة والتعاقدي ومجموعة التي تحتاجها سوف نحاول ونصفت عليكم في PDF ليس الأمر شكرا شكرا